السلام عليكم وكيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى الله رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب ولو اول مرة بتشوفوني نوروني بالاشتراك وتفعيل الجرس واكتبوني كومنت حلو عشان نرحب بيكم الصيف والحر كلنا اكيد عايزين حاجة بردة تبرد وفي نفس الوقت اقتصادية وحنينا على الجيب هنعمل خمسة لتر عصير بكيلو برتقال وحبتين لمون تحفة رائع احلى والز من المحلات واقتصادي يعني تخلي الولاد بقى يعني يشربوا ويشبعوا من عصير البرتقال ان شاء الله شايفين لونه اللي حطينا مواد حفظة ولا اضفت الوان طبيعية ولا اي حاجة لايك وشير نسمي باسم الله ونبدأ الوصفة عندي كيلو برتقال ما يعادل خمس حبات او بيبقى اربع حبات حسب بقى الوزن وحسب حجم البرتقال ومعايا اتنين حبة ليمون واللي ما يريد يضيف اللمون يقدر يستغنى عنه لكن اللمون بيعزز طعم عصير البرتقال هبدأ اصحابي بمبشارة البطاطس او بالمبشارة العادية تقدروا تبشره ناخد الزست بس الاصفر وما نوصلش للابيض لان الابيض هو اللي بيبقى فيه المرار فدي ملحوظة لازم تهتم بيها يعني او بالمبشارة التانية الصغيرة تبشريها وتاخذي الزست بس اللي هو البشر وفي نفس الحالة برضو مع البرتقال طبعا البرتقال والليمون مخصول كويس جدا هاخد برضو الزست اه اللي هو اللون البرتقالي ما وصلش للابيض عشان ما يكونش فيه اي مرار هاو هستمر بقى مع البرتقال والليمون هاخد اه يعني تقريبا هاخد الزست بتاعهم كلهم عشان يديني لون حلو وانتو عارفين الزست اصلا بيبقى فيه الزيوت الطيارة والطعم كله بتاع اللمون والبرتقال هنا اخدت اصحاب الزست اهو هاضيف عليه كوب من السكر كوب من السكر واخلطه بالمعلقة واخليه جانبا عشان السكر يبدأ يتشرب كده وممكن اللي عاوز يضربه في الخلاط عادي برضو مفيش مشكلة لكن احنا كده كده اصلا هنضيفه بعد كده على البرتقال والليمون فهينخلط يعني لكن احنا هنتركه كده حتى اه يتشرب من السكر ونخليه نبدأ بقى في تأشير البرتقال لازم نتخلص من الجزء الابيض تماما اهو زي ما انتو شايفين على طبق او على بورد بسكين حاد وبناخد الاطراف كده زي ما انتو شايفين بمنتهى السهولة بنتخلص من كل الاشرة البيضة ولو في حاجة اشرة البيضة كده بناخدها بالسكين وبنقطع شرايح وطبعا لازم نتخلص من اي بزور لان لو بزر او بزرتين جات في العصير والضربت معاها هي كافية لان هي تمرر العصير كامل فنتأكد ان احنا تخلصنا من البزر تماما ونفس الحالة برضو مع الليمون هنتخلص من الجزء الابيض تماما لانه برضو هو ده المركز بتاع المرارة زي ما انتو شايفين برضو على حرف السكين سكين حاد وعلى طول بمنتهى السهولة بنتخلص من الاشور بندخل على الفلي بس بتاع البرتقال والليمون لو سمحتوا يا جماعة ما تبخلوش عليا باللايك عشان يترفع الفيديو واكتر حد يستفاد من الوصفة لانها فعلا وصفة نكحة جدا واقتصادية وهتجربوها ان شاء الله نفس الحالة برضو هقطعو شرايح تقطيع مش هتفرق لانه بعد كده هيتضرب وفي نفس الحالة برضو لازم نتخلص من اي بزور موجودة في الليمون هخلص برضو كل البزور ونفس الحالة هقشر بقية البرتقال والليمون اللي عندي ونرجع نشوف الخطوة التانية مع بعض هكمل بقى التأشير ونشوف الخطوة التانية هنا اصحابي اهو قطعت وتخلصت من البزور وبرضو في بزرية اهي تاني برضو لازم اشيلها لو في اي حاجة برضو لازم نتخلص منها طبعا ده بقى لازم كمان تختاروا نوعية البرتقال اللي هي بتبقى خاصة بالعصير لان بيبقى فيها نسبة مية عالية او عصير كتير غير بتاعة الاكل وبتبقى مزة شوية كده يعني او يعني شوية حمضة شوية بضيف بقى بجيب حلة وبضيف اربع لتر اه عصير اه مية على العصير احنا المركز بتاع العصير البرتقال والليمون هيديني تقريبا حوالي اللتر عصير اضفنا عليهم اربع لتر مية يبقى احنا كده معانا بعد الضرب هيدينا خمسة لتر عصير وطبعا تقدروا تخفوا بالمية وتزودوا نسبة العصير حسب بقى الطعم انت هتطعمه وتشوف التركيز يا عايزة تخفف يا عايزة تقلل المية برحتك هنا اول ما يبدأ بالغليان اسيبه احسب له 12 دقيقة بالزبط يعني هنا بدأ بالغليان حسبت له 12 دقيقة غليان بعدين طفيت عليه واسبته يبرد بعد ما برت زي ما انتوا شايفين بقى هنجيب البشر بتاع البرتقال والليمون اللي اضفنا عليه السكر ونضيفه على الخليط عشان ده اللي هيركز للطعم ونقلبه حتى بقى السكر يدوب تماما مع العصير وتطعامي وتشوفي يعني التحلية برضو حسب الرغبة اللي عاوز يزيد سكر يقلل سكر فيه برتقال بيبقى حامض شوية فيه معتدل فطبعا التحلية حسب الزوء الشخصي او زي ما انتوا شايفين هقلب بقى حتى اتأكد ان السكر داب وبعدين هبدأ بقى اعبي جزء جزء كده او بالهند بلندر او بخلاط العصير او في الخلاط العادي اللي عنده خلاط عادي طبعا ينفع جدا ما فيش اي مشكلة اي حاجة بتضرب بس وهاخد جزء جزء كده اضربه واكون مجهزة اي طبق اي اناء عندك ومصفاية عشان لازم نصفيه فيه ناس ما بتحبش تصفيه لكن انا عن نفسي بحب يصفيه وطبعا ليكم حرية الحرية الشخصية برضه او هجيب مصفاية وانزل الجزء اللي ضربته واصفيه وبثبتوا لكده بنمرر عليها عشان ننزل كل الخلاصة بتاعة الطعم بتاع العصير اللي بتبقى متنركزة فيه ناس ما بتحبش تصفيه وتقدموا كده فانا قلتلكم برحتكم يعني انا عن نفسي بحب اصفيه اهو واضيف شوية مية عليهم برضه عشان اخد كل النكهة بتاعة العصير اللي عليها واكمل بقى كل كمية العصير اللي معايا هضرب شوية شوية واصفيهم بنفس الطريقة ونرجع نشوف الخطوات تانية مع بعض هنا اصحابي اهو بعد ما ضربت العصير طبعا لما بندرب العصير الرغوة من الضرب في الخلاط او بالهند بلندر طبعا بالمغرافة اللي احنا بنشتغل بيها بنشيل الفوم اللي بيبقى مترصب على الوجه عشان يدينا عصير اهو زي ما انتوا شايفين تقدروا بقى تحطوه لهم في ازايز اه زجاجات بلاستيكية او اه او زجاج وتحفظوه في التلاجة هنا هي شايفين ده الفوم اللي انا شلت اللي هو كانت الرغوة على العصير وطبعا بقى بنبدأ نبرضو في التلاجة او بتقدموه في الاكواب وعليه تلك بس احنا هنقدم بقى سريعا كده وبعدين بقى انا هعطوه في زجاجات وحطوه في التلاجة عشان يبرد طبعا يجلس معانا في التلاجة لمدة اسبوع وممكن في الفريزر يقعد لحد تلات شهور اهو زي ما انتو شايفين قدمناه العصير صافي طعمه حلو جدا لذيذ ما اضفتش عليه اي الوان طبيعية ولا مواد حفظه الناس اللي بتبقى عايزة تحفظه خارج التلاجة بتقدر تضيف معلقة صغيرة من ملح اللمون وبيضيفه كمان اللون اللي هو البرتقالي اللي هو الالوان السيلة اللي بنستخدمها في الكريمة والاشياء هادي يارب النهاردة الفيديو يكون عجبكم لايكات وشير السلام عليكم السلام عليكم كيف الحال انشاء الله بخير وانشاء الله طيبين صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعالوا الجرس عشان يمسلكم الجديد واكتبوا لي كومنت حلو عشان ارحب بكم هنعمل اتنين لتر عصير طبيعي طعمه رهيب ببرتقالة وليمونة وتفاحة والطعم غير طبيعي كمية كبيرة بتلت حاجات يعني اكيد موجودة في درجة التلاجة بسرعة نبدأ نسمي باسم الله ونبدأ الوصف عندي برتقالة وتفاحة وليمونة هبدأ بمقشرة البطاطس اخد الزست اللي هو الجزء بس الورنج بتاع البرتقال ما نوصلش للابيض لان هو ده اللي بيبقى فيه المرار او اللي عاوز يبشرها بالمبشرة عادي بس مبشرة البطاطس على طول بتطلعها بسريعة وفي نفس الوقت برضو هاخد الزست بتاع الليمون لان انتم عارفين ان الزيوت العطرية كلها بتكون في القشر بس اهم حاجة ما نوصلش للجزء الابيض اهو زي ما انتم شايفين كده اخدت يعني مش لازم ناخدها كلها يعني جزء بس كده عشان يدينا الطعم ويركز لي الطعم وانكها هنا اصحابي بقى هنتخلص هنقشر البرتقالة والليمونة لازم نتخلص من القشرة البيضة تماما هرويكم ازاي الحين ان شاء الله اللايكات يا جماعة لو سمحتوا اهو شايفين انا نقشر طاق على طبق او على بورد والسكينة تكون حمية اهو شايفين وبتمشي السكينة من اعلى الاسفل وبنتخلص من كل القشور والبيضة لان هي دي بيبقى فيها نسبة المرار بعد ما اشارناها اصحابي هنقطع الليمونة والبرتقالة مكعبات واهم حاجة نتخلص من البزور لان البزور لو اتضربت يبقى عليها السلام في العصير العصير هيمرر فاهم حاجة كل البزور اللي في الليمون وفي البرتقال نتخلص منها التفاحة مش بنشيل القشرة ومش لازم تفاح اخضر يعني اي تفاح اصفر احمر المتوفر عندك هشيل البزور برضو اللي في التفاح وقطع كله مكعبات وطبعا اختاروا البرتقال اللي هو بيبقى مخصص للعصير لانه بيبقى فيه نسبة مية عالية وبيبقى فيه مزازة شوية هضيف من نص كوب لكوب اللي ربع سكر يعني الزوق بقى التحلية حسب الزوق الشخصية تتعامي وتشوفي الاول احنا هنضيف عليه يعني المكونات اللي معنا دي تدينا تقريبا لو تعصرت لوحدها هتدينا نص لتر هنضيف عليها لتر ونص من الماء يبقى اجمالي العصير الناتج هيدينا 2 لتر عصير انا بس مش هنضيف كل كمية الماء اضفت نص لتر حاليا وبالهند بلندر او في خلاط العصير هنبدأ شوية شوية من عايزة تقديم كلهم مرة واحدة اوكي انا هعملهم على دفعات عشان ما نجهدش المطور زي ما انتو شايفين خفقناهم او ضربناهم هخلط البقائين بنفس الطريقة وانزلهم زي ما انتو شايفين هنا بقى هنضيف بقية الماء اللتر ونص هضيفهم كلهم وبعدين هقلب وطعم لو احتاج سكر هضيف سكر ما احتاجش خلاص يعني التحلية دي بقى يعني فيه ناس بتحب سكر زيادة نص مصبوط نص نص يعني التحلية حسب الزوء الشخصي هنا بعد ما اضفنا الماء وضوبنا السكر كويس وزبطنا السكر لازم نصفيه عشان نتخلص احنا عندنا اشور التفاح وخلاص احنا اخدنا الفايدة من الزست بتاع البرتقال والليمون هصفيهم وحطوهم شايفين اعطونا ما شاء الله كمية اتنين لتر عصير هادي لتر والغرشات الصغيرة دي او البوتل الصغيرة دي بتاخدت نص لتر يبقى لتر ولتر اتنين لتر شايفين طعمه والله العظيم لونه تحفة طبعا لو انتو عايزين تركيزه اقل يعني مركز اكتر تقدروا تقللوا نسبة المية يعني دي حرية شخصية طعمه طحفة طبيعي ما فيهوش اي مواد حفظة تقدروا تستبدلوا السكر بالعسل او تستغنوا عنه خالص يعني حسب الزوء الشخصي هتعملو وتتبسطوا علي لايكات وشير السلام عليكم